نبدأ من مصر حيث قتل 15 عنصرا من قوات الجيش المصري وجرح سبعة آخرون في هجوم شنهم مسلحون يستقلون سيارات دفع رباعي مساء اليوم على حاجز أمني في منطقة الماسورة بمدخل مدينة رفح المصرية وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين قاموا بالاستلاء على مدرعة تابعة لقوات الجيش ثم شنوا هجوما على نقطتين تابعتين لقوات الجيش قرب العلامة الدولية رقم 6 جنوب مع بري رفح وكرم أبو سالم بالمنطقة عن طريق الأسلحة النارية وقدائف الار بي جي والقنابل استنفار وتأهب تشهده الحدود بين مصر وإسرائيل عقب العملية النوعية التي شهدتها هذه المنطقة ساعة الإفطار على يد من يعتقد أنهم جهاديون تكفيريون المعلومات الأولية عن الهجوم تشير إلى قيام مسلحين وصفهم التلفزيون المصري بأنهم جهاديون ويرتدون ملابس البدو بمهاجبة حاجز أمني بمنطقة الحرية التي تبعد عن معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي قرابة كيلومترين وقت الإفطار لتقتل أو تصيب أفراد الحاجز ومن ثم تستولي على عربتين مدرعتين وتقتحم بهم الحدود الإسرائيلية المصرية قرب معبر كرم أبو سالم إسرائيل قالت إن العربة الأولى قام من بداخلها بتفجيرها قرب موقع إسرائيلي عسكري ولم ينتج عن ذلك إصابات فيما العربة الثانية تسلت إلى داخل الحدود الإسرائيلية لتستهدفها طائرة إسرائيلية وتقتل من فيها الجيش الإسرائيلي أكد أنه لم ينجو أحد من المهاجمين وأنه يجري حاليا تفتيش المنطقة للتأكد من عدم وجود فارين الهجوم وإن كان الأبرز الذي تشهده شبه جزيرة سيناء في الفترة الماضية إلا أنه ليس الحدث الوحيد الذي يدق ناقوس الخطر عن انتشار الجماعات الإسلامية في سيناء ففي السادس من مايو الماضي انتشرت عدة منشورات تهدد بقتل رجال الشرطة والجيش في منطقة رفح وقتل بعده جنديان مصريان في التاسع عشر من يوليو الماضي زين الفايز العربية